والحقيقة ان الحكاية ما بقيناش عارفين هو احنا نسيطر على الاطفال ولا نسيطر على نفسنا ولا مين نبدأ به الاول اللي يقدر يقنن وقته علشان التاني يتعلم منه لان الولاد رد فعل في الاخر لاهليهم هما بيشوفوا الاب والام قاعدين يا اما على التليفون يا اما على الاجهزة اللوحية باختلافها فبيكون هما كمان عايزين يقلدوا الكبار بتبدأ الحكاب كده لتنتهي بقى بمشاكل كتيرة ممكن يتعرضوا لها ايه المخاطر اللي ممكن ولادنا يواجهوها بسبب استخداماتهم لهذه الاجهزة طيب طبعا احنا عندنا مخاطر عديدة زي ما تمت ذكريه احنا بنتكلم على مخاطر نفسية ومخاطر صحية ومخاطر تخص امن المعلومات او الابتزاز امن الشخص نفسه او الى اخره من المخاطر طيب لو هنتكلم سريعا معظم الدراسات قالت ان الاطفال عند سن الاربع او خمس سنين المفروض ان هما ما يستخدموش التليفون او الاجهزة اللوحية اكتر من ساعة في اليوم الكارسة اللي طبعا كلنا بنشوفها بيبقى الطفل عنده تسع شهور وسنة وسنة ونص والام عايزة ترتاح من العياط ومن الزن فاتقم جايباله التليفون ومشغلاله الفيديو وحطا قدامه المشكلة ان هو بيبقى الطفل كده من بدايات عمره هو اعتاد على استخدام هذا الجهاز طيب لما نجبر شوية نتكلم في الاخر ايه هو صغير احنا اللي بنتديله التليفون بادينا او الجهاز بادينا نجبر شوية يبتدي هو عايز ياخد التليفون هيبدأ يطلبه هيبدأ يطلبه وبعدين والامانة هم كمان بقوا يعني انا بشوف قدامي مهما الاب والام حاولوا غيروا الباسورد بيعرفوا يلقطوا الباسورد ويحفظ ويحفظ الباسورد سواء ارقام او رسمة او 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 طيب الحل ايه الحل النهاردة الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا للمعلومات او بوجل وابل تحديدا وهواوي عملوا حاجة اسمها الرقابة الابوية الرقابة الابوية ان انا لما اجيب تليفون لو انا خلاص بقيت مضطر المشكلة ان احنا برضو بيبقى الولد بقى اربع خمس سنين لازم يبقى معا تليفون رايح المدرسة ما هو الاسف الاوضاع اللي حصلها خلتنا نضطر الى هذا الموضوع الولد رايح المدرسة انا بس انا ما محتاجة بقى على اتصال ما هو في المدرسة هو مش مسموح بالتليفون اصلا في الفترة اللي هي اللي ما بين وصوله للمدرسة وما بين خروجه للمدرسة عايزة تطمن عايز كذا احنا كنا بنروح على فكرة ما كنا بنروح كانش بيجرى حاجة خالص كانش بيجرى حاجة خالص طيب الرقابة الابوية النهاردة بتسمح لي بحاجات معينة بتسمح لي ان انا التليفون ده ما يستقبلش مكالمات الا من ارقام محددة ما يتصلش الا بارقام محددة بقدر افتح له الانترنت في توقيت معينة وبساعات معينة بتحكم في الابليكيشنز اللي موجودة من على التليفون ايه اللي يقدر يشغلوا ايه اللي ما يقدرش يشغلوا علشان ايه اللي يقدر ينزلوا ايه اللي ما يقدرش ينزلوا دي تنزل تطبيقات جاهزة على الستور بتاع الموبايلات اللي حركة ذكرتها ولا الاب والام ينزلوا تطبيق معين الاب اللي هو حتى الطفل لما بيحاول ينزل تطبيق بيروح زي سؤال الاب فلان ابنك فلان عايز ينزل التطبيق الفلاني موافق او لا مش موافق لو قال له موافق هيقدر ينزلوا لو قال له مش موافق مش هيقدر ينزلوا زائد انه كمان لا انا بتكلم على تطبيق الرقابة الابوية ده الاب والام هم اللي ينزلوا على التليفونات او اللي هم وجود لا هو حيك هو بيشغل التليفون بتاع ابنه بيربطوا بالحساب بتاعه فبيبقى ظاهر قدامه الحسابات بتاعة الاطفال كلها طيب الميزة الاخرى برضو ان انا وانا بدخل بيانات ابني بيطلب مني تاريخ الميلاد فحتى لما بيجي يفتح الولد اللي ستور ما بيظهرش قدامه الابليكيشنز اللي غير مسموحة للعمر بتاعه بس الاطفال بتعمل اكاونتو تكتب فيه تاريخ ميلاد اكبر لا عشان كده بقوله حيك لازم من البداية من اول ما انا جيبي التليفون اربط وانس ان انا ربطت التليفون دوت بتليفوني تحت الحساب دوت عشان يعمل عليه حساب جديد بتاريخ ميلاد جديد موضوع صعب جدا طيب نروح للخطوة اللي بعدها النهاردة الاطفال بقى كبرت ما بقوش اطفال بقوا في سن المراقع او التين اجر زي ما بيقولوا المخاطر بتبتدي تعلى لان احنا بنخش على مراحل هو تطلعاته صحابه انا شفت كذا ده انا عملت كذا انا دخلت هو انت استعملت التطبيق الفلاني هو انت كذا يبتدي يستخدم التليفون من تليفونات صحابه لو انا حتى لو انا عامل القصة الايزوليشة او الحجر الحجز اللي انا عامله عليه دوت طيب نبتدي ندخل في مرحلة تانية ان انا محتاج اوعي ابني واقول له خلي بالك ده ينفع يتعمل ده ما ينفعش يتعمل نحافظ منحطش ازاي يوصله المعلومات بطريقة مبسطة وفي نفس الوقت يبقى مدرك ان الجهاز ده برغم انه بلورة سحرية بتاخدني وتوديني وتجيب لي كل اللي نفسي فيه بس هو برضو لازم اعمله بحذر واخد احتياطاتي الكبيرة يعني احيانا في فيديوهات بتقول مثلا ان انواع معينة من الموبايلات بتلتقط صورة كل كام ثانية بشكل دوري شئنا ام ابينا من يعني للمكان اللي احنا فيه وبالتالي فيه ناس بقت تحط على اللابات وعلى الموبايلات من قدام ستيكر اسود كده علشان الكاميرا ما تلقوش زي بقى وصل لامني وبنتي الموضوعات دي بطريقة كده طيب احنا عندنا احداث كتيرة حصلت ومواقف كتيرة حصلت لاطفال والمرهقين في السن دوت انا ممكن بمنتهى البسيطة اجيب حاجة من الحاجات ديات يكون ما تكونش فجة قوي ما تكونش يعني اكستريم وابتدي اشرح انه دوت علشان عمل كذا علشان ما تبعش وارد ان احنا يحصل وارد ان انا تصور صورة على الموبايل ولا اي سبب من الاسباب الموبايل يتسرق يضي الموبايل يتسرق حد يقدر يدخل على الموبايل بتاعي بعتلي لينك فلما دوس عليه بالغلط وقف الاخر طفل ماشي يبتدي بقى معايا حد على التليفون فيقدر ياخدوا الصورة دي من هنا بتبتدي انا مش يعني انا هافترض ان الولد ما عملش فعليا حاجة غلط مثل هو صور صورة او البنت في الاغلب بتكون يعني 70% الاحداث بتكون مع البنات و30% بتبقى معايا يبالي بيكون اخطر اذا حصل فعلا ان الموبايل ضاع او ايا كان فأدية الموبايل او حد يقدر يوصل او حد يقدر يوصل للحاجة اللي موجودة على الموبايل بتاعي فيبتدي هنا التهديد بقى طب عمل لي كذا او عمل لي كذا عشان ما بعتش لان هو خلاص وانس ان هو وصل على التليفون فهو قدر يعني بقى عارف نمر التليفون باباها ونمر التليفون مامتها وعارف شوية معلومات يقدر يبتز بيها الشخص الاخر طب اعمليلي كذا طب صوريلي فيديو كذا طب ونبتدي ندخل في حلقة يعني لقدر الله بيبقى نهايتها في الاغلب بشكل طيب فانا محتاج دايما ان انا كأب اوعي كأب او كأم نوعي اولادنا خلي بالك لو وارد ان يحصل غلط فمن الافضل ما نحطش على تليفوناتنا صور تبقى فيها مشكلة لو حد وصل لها التليفون معمول لان احنا ندخل بيه على الانترنت نشوف حاجات نتكلم في التليفون مش علشان نحط عليه ما نخجل ما نخجل منه طيب وبرده طيب وبرده لازم اقول لي ابني لو حصل تعمليه تعال اقول لي والنهاردة احنا عندنا مجلس القومي للطفولة بياخد مواقف اكشنز قوية جدا عندي طبعا الجهاز قومي تنظيم الاتصالات لو ابتدى النهاردة يحصل اتزاز عندنا بباحث الانترنت لو الموضوع ابتدى يدخل في اطار مش مظبوط النهاردة ولادنا والد ان هما يغلطوا مش لازم علي انا بتكلم بقى ابوالا تكنولوجيا معلومات ولا فكرة المصالحة انا بتكلم كأب كأب عمدي ولاد ان انا دايما انا بقى متابع اشوف تليفوني ابني لما هيكبر شوية ابتدي برضو لانه بيحصل انا مع حتى الحتة بتاعتدى القبر الابوية والد ان الولد يشن حاصل ويعرف ايوه انا كنت سأسأل حضريك عن الحكاية دي وحضريك قلت هم يعني اشتر مننا شوية فممكن يقدر يخبي التطبيق اللي هو منزله يمسح شات فيه تطبيقات اصلا بتمسح الشات اللي بيحصل ما بينه وما بين حتى اصدقاء يعني فيه حاجات الاهل ما بيبقوش مدركينها قوي اللي بعدهم عن التكنولوجيا لعدم وكبتهم للولاد بيعملوه دلوقتي ازاي التصرف يكون مع الحاجات اللي شبهت دي يعني احمي ابني او بنتي ازاي واتابع ازاي في ظل انه هو ممكن يداري الاشياء بشكل التكنولوجي هو ممكن يداري الاشياء والأسف احنا حتى حتى بتاعت الخصوصية والبرايفيسي بقى أولادنا بيوسيقوا استخدامها لنا هي الخصوصية والبرايفيسي برضو الى عدود ماينفعش النهاردة ما كانش الشركات العالمية فتحت ان انا اقدر اخش اشوف ابني بيعمل ايه بيشوف ايه الكلام ده كله لان في الاخر لحد سنة معين انا في الاخر كاب او كام من حقي ان انا على دراية بابني بيعمل ايه بس هما نفسهم بيبعتولك فاندم في السنة معين ويقولك ان الابن الفلاني بلغ العمر الفلاني يعني هو بيعرفك برضو ان هو كده خلاص دي الخصوصية الخاصة بالزبط بالزبط هي القصة طبعا هو ممكن يتكلم في القصة دي احسن مني حد يكون جانب نفسي اكتر بس في الاخر اللي انا شايفه ان احنا الحوار مع ولادنا لا احنا منكلم من ناحية تكنولوجيا يعني انا دلوقتي ابني او بنتي نزل تطبيق وانا معرفتش اعمل ايه علشان افضل اعرف الحاجة المتخبية جوه الموبايل جوه التاب محتاج ان انا يكون عندي خبرة في التكنولوجيا عشان اقدر اخد التليفون وبص عليه واشوف ايه اللي موجود منه او ان انا استعين بحد زو ثقة كل فترة كده يبقى اقبله يجي اجيبه البيت يبص بصة على التليفون لان في الاخر ان النقطة ان احنا عندنا فيه تطور كبير في الجزئية دي على طول بيحصل تحديث وان كان برضو القصة انا ممكن يعني في الابليكيشن زي اقدر يعني ما بيقدرش يخبي الى مالة نهاية بيقدر في الاخر انا لو طلعت من اللايبري مثلا في الايو اس هو بيقدر يخبي ممكن من على الهوم سكرين لكن يقدر من جوه انا بقدر اشوف الابليكيشن لو فتحت اللايبري كاملة بشوف الابليكيشن في جوجل نفس الكلام فهي محتاجة ان يكون الاب او الام يا امتا يروح لحد يعلمه الكلام ده يعمله ازاي لو هو امكانياته التكنولوجية مش سامحة او يبدوات انه ما بين كل فترة كده طب ده سهل يا فندم يعني سهل ان حد بس متخصص يشرح حاله بساطة ولا موضوع لا موضوع سهل موضوع سهل موضوع سهل لان في الاخر هو اخفاء البرامج بنسبة 100% لا مش موجود فنقدر اخش من زي ما قلنا في الايو اس ممكن اخفيها من على الصفحات بتاعت الابليكيشن لكن من اللايبري نفسه انا بفتح اللايبري بتاعت الابليكيشن بقى الابليكيشن كلها مرصوصة تحت مرصوصة تحت بعضها فمحتاج بس ان حد اروح لحد يعلمني الكلام ده ادور عليه ازاي من على التليفون واطلب منه طب ننزل الابليكيشن طب عايزين نخفيه طب هنالقيه من الناحة التانية ازاي طب هو من وقت للتاني فيه اابليكيشن كده بتنزل او تطبيقات بتنزل الولاد بيشوفوها نهية عادية يعني زي التحديات مثلا بتاعة التك توك اللي ساعات بتأذيهم فيه طبيقات بالاي اي وبالذكاء الاصطناعي ايضا مؤزية يعني وبرضو تاني احنا مش على دراية كاملة لكن هو زميله او زميلتها منزلين وعملينه فبيتابعوا مع بعض لعبة بيلعبوها مع بعض انا ازاي فالتر برضو الحاجات دي وابقى عارفة اللعبة دي مش كويسة لابني التطبيق ده مش كويس واتناقش معايا برضو فكرة ان الحاجة دي مش كويسة مش معنا ان اصدقائك منزلينها انها حاجة كويسة بس اني ممنعش منعيتهم وفي نفس الوقت ابقى انا عارفة ان الحاجة دي كويسة او لا اعرف منين برضو محتاجة بقى مجهود من الاب ومن الام انه هو يخش لما يتابع مع ابنه ايه تطبيقات اللي بنزلها يخش يعمل سيرش على كوجل ايه تطبيق هتلاقي مكتوب الناس كتب التطبيق ده كويس كذا التطبيق ده عندنا حاجات بقى من ضمن الكلام المشاكل الكبيرة جدا الجيمز والحاجات اللي بتحض مثلا على المثلية الجنسية طبعا حاجة ممكن ما تبقاش بشكل مباشر بس هي خلاص بتثبت عن الطفل ما هو عادي ايه المشكلة يعني والعنف يا فاند احنا مشكلة العنف احنا خلاص عد يعني احنا تجاوزنا اصلك زمان الالعاب العنيفة والقتل والحاجات دي بتاعت الولاد دلوقتي بقت بتاعت ولاده وبناته كلهم بيلعبوها بالزبط وحطوا شخصيات بنات وحطوا عشان خاطر للأسف هو في الآخر هو محتاج النهاردة الجيمز برس الهدف منها هو بيتم المكسب منها بأشكال كبيرة محتاج ان الولاد هو صاحب الجيم نفسه محتاج ان الولاد يبقى متشبس بيه فبيبتدي يحطله كل الاغراءات الممكنة للموضوع ده